السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا الإخوان لكي سمعي طبي سنك سنك أول حاجة واشكين بعد الصوت مزيان طبي سنك سنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته سوف ترى معنا صاحب الستعين حيث ترجعون من العطلة وعندما قربت الدراسة وعندما ترجعون العمل من بعد سوف تتعرفون على صاحب الستعين وماذا يفعلون وماذا يفعلون مرحبا إذا كما قلنا هذه الحصة لكي نحبس الكومنتر لكي يكون هذا العجب نحن نبقى في الاساسيات الرياضيات وعندما دخلنا الدراسة باكالوريا الحصة المقبلة سوف ندخلها حساب النهايات القواعدهم وعندما سوف نرى وعندما سوف ندكرهم لا تنسوا الإخوان لكي يستفد وقضية أخرى وفي الحصة سوف يكون معنا جوج فائزين جوج فائزين بالعرض سوف يكون معنا جوج فائزين بالعرض مجانا وماذا نقوله العرض يعني الخدمة يوميا من البداية حتى الآخر دقيقة فيها توجد الفرض فيها توجد كونكور فيها توجد الامتحان الوطني أرى الناس الذين يربحوا أرى دخلوا معنا مزيلا إذا كما قلت في الحصة الصيفية أرى دخلوا معنا في الحصة الصيفية لأنها تشعروا مرة 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 حصة لكي لا تشعروا بالضغط و لا تشعروا بأنه لا تشعروا عطلة إذا الحصة التي قبل كنا نرى كنا نرى واحد القضية كما؟ اركز معي ونرى هذا الحصة مهم ما نرى القسمة الأوكليدية لكي لا تشعروا لكي تستشعروا القسمة الأوكليدية إذا كانت الدرجة الحدودية الثلاثة أو الأربعة أو الأخمسة للفوق كانت تستعملوا القسم الأقليدية ما إذا كانت أسيتنان ممكن تستعمل القسم الأقليدية ممكن تستعملوا ذلك الطريقة التي كنت أردتكم ديال الضلطة هذا الشيء فإن تكون أسيتنان يواسيدي دائما في إطار أنه نعمل الحدوديات لماذا؟ حيث لما قدرت تعمل الحدوديات مستحيل لكي تجنب على النهاية لفيها هذا النوع ديال الدول يعني ضروري أن تعمل لكي تختزل إذا سنتعلموا الطريقة الثانية سنتعلموا الطريقة الثانية سأكتب واحد لعنوح ما هي الطريقة؟ ما اسمتها؟ هذه الطريقة اسمتها خوارزمية خوارزمية هورنر سنشرحها لكم بشوية بشوية وأنتم تختاروا إلا بنت لك هذه سهلة استعملها إلا بنت لك القسم الأقليدية سهلة استعملها يعني كل شيء استعملها بالفرنسي تكتب هذا الشكل العالمي الذي اخترع لنا هذا العجب اسميته هورنر يلا نشوفوا هاته هورنر فاش غادي تنفعنا أو لكي فاش غادي نستعملها كورشير ضربة للإخوان كورشير ضربة للإخوان كورشير ضربة للإستاذيلا دمعك هذا الشيء في القسم يجيك سهل يعني حتى أنت تكون فهم ديجا وتبان وتعيق على أصحابك في القسم تبان وتعيق على أصحابك صحيح؟ ماذا سوف نقوم أو لماذا سوف نقوم بالسؤال؟ السؤال هو تعمل عمل الحدودية التالية سوف نقوم بالتعيق على أصحاب كورشير ضربة للإخوان بلما نكتبها بالفرنسية رابين حسنا نعطيكم هذه الحدودية التي نعملها الحدودية التي نعملها هي P2X يركز معي كما قلت هذا المثال الأولاني سنتعطل فيه شوية لماذا؟ كما أنتم تفهموا إذا فهمت الطريقة في هذا المثال الأولاني سوف تفهم الطريقة سوف نقوم بالتعيق على أصحاب كورشير ضربة للإخوان حيث تحتاجها في النهايات والنهايات سوف ندخل اليوم الحصة السادسة الحصة المقبلة سوف ندخل رسمياً لحساب النهايات والإخوان يجب أن يكون لديك بحل واحد زائد واحد كما تتكرون مزيلا لماذا قلت لكم هذا النار؟ قلت لك إذا كنت تعمل حدودية ضروري ضروري في النهايات ضروري أن تتعرف في مكان عادم يجب أن تتقلب على هذا العدد يجب أن تتقلب على هذا العدد يعني إذا كنت تحسين الصورة فإن تتقلب على هذا العدد هذا العدد سوف نسميه ولكننا لا نقلب عليه لن يوجد طريقة في البكالوري لتقلب على العدد الذي سوف نقلب عليه حدودية من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو الخمسة ماذا نقوم بإمكاننا أن نقلب هذا العدد؟ هذا العدد هو الذي يقول له X لأنه يجعلك X طنفة واحد العدد مثلاً أن هذه تتقلب على الجوج أنا أعرف أنه يجب أن تتقلب على الجوج صحيح؟ ولكنك أنت ستجلبها من رأسك لا، ستقلب عليك في النهاية يقول لك X طنفة جوج من الذي ستحسين الصورة الجوج ستجد أن تتقلبه هذا العدد من الجوج صحيح؟ من الذي تتقلب هذا العدد من الجوج سوف نقلبه واحدة جدول سأسمح لي سوف نشرح قليلاً في هذا المثال الأول المثال الأخرى سننزل أول جدول ما سنقلبه؟ ويقول للرضي سوف نقلب حدية للخطول ما سوف نقلب الغحلة كما سوف نقلب الغحلة ما فيها خمسة الخانات ب أع reman х 3 أو ها 4 أو ها 10 نرى ك mustn't see theities that I have We are taking 4 Let's take 4 cone ها واحد. ها جوج. ها ثلاثة. هااربعة. سد. امزي. هنا في الوسط. كان دير اولا. كان قسم ديما على ثلاثة. ها ديال الخاند. ديما كيكون عندك ثلاثة ديال الخاند. واحد اه واحد الخاند كتتخرجها. لمما هيك كي تدلج دول. ما هو الاختلاف دابا? هو ها ديال الخاند إذا لديك خمسة الحدود ستزيد خانة الثالثة إذا لديك ستزيد خانة الثالثة إذا لديك ثلاثة الحدود ستزيد خانة الثالثة أنا أقول لكم علش كل شرط معي لتعرفوا علش علش نأخذ العوامل X و 3 ما هو العدد الذي نضرب في X و 3؟ هو واحد نضرب العوامل X و 2 نضرب في نقص واحد يعني هذه العوامل هم اللي نضرب في نقص نقص 4 من سنضرب؟ سنضرب هنا و هذا العدد الذي لم يكن لديك X سنضرب هنا أصلاً كينتما X و الزرور لا يكتبون X المهم هو هذا المهم هذا المهم هذا المهم ثلاثة الحدث هنا سنضرب هنا ما سنضرب من بعد؟ ما سنضرب من بعد؟ نتابعوا الإخوة هذه الشراء مهمة مهمة على الدرس لك صدق أو لا تصدق من اللي سنضرب لدرس لك أنا أقول لك ما عقلت على هورنر؟ ما عقلت على القسمة الأقليبية؟ ما عقلت على هذا؟ هذا المهم ما نضرب؟ ما نضرب؟ هذا العدد الذي تعدم في هذه الحدودية أنا قلت لكم أن هذه الحدودية يجب أن نضرب من الأسل لا تأتي بأنها من هذا التمرين أعطيتها لك من الزرور و إذا أعطونا X هذا العدد الذي نضرب هو الذي سنضرب هنا جيد 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 معي لهذه المرحلة الاخرى. هادي راح سالم القسم الاقليدية اللي في امتها. غادي تزرب عليها تغيير. غير انا كنت تعطيك كما قلت لكم حيث كنشرح. شوف معنا. اول 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 خطوة اللي خصك تعرف هي انه دائما وابدا هاد الخانة اللولى كان بدو بزاره. ديما ديما ديما. الى يوم القيامة. صباي? ديما هاد الخانة كان بدو بزاره. ماشي واحد ماشي ناقص واحد. ديما تزاره. صباي? رغم اللي كديرت مزاره. عاد كتبلك القضية كيفاش غادي تكون. شوف معنا. هاد هاد الخانة اللولى مع الخانة الثانية كندير الجمع بيناتهم. كندير الجمع. اي ارغدين كتبلكهم هنا. من بعد رغم ارغدين كتبلكهم. يعني هادي زائد هادي كتدير النتيجة ديلا في الخانة الاخيرة. اولا في الخانات الاخيرة. صباي? من بعد. اشنو كتدير? كتدير سيدي هادي في هادي اللي غادي تلقين هادي كنتيجة. هادي كتدير الدر. انا انشرح لكم. انا شرح لكم شوية بشوية. احنا ما زبانين. احنا فعو اطلع. يلا زيد نبدو. نبدو على بركتي الله. شحل غادي تساوي? واحد زائد زاره. شحل كتساوي? كتساوي واحد. قولكم غادي تقولوا لي كتساوي واحد. حيدي قتلكم الجمع ديما الفوق معها لتحت كتجمع. مزيان. هاني القتل اللولى. ولكن خصني هاد الخانة. هاد الخانة هادي. اشنو غادي نحط فهاد الخانة. اركز معي. اعطيتك هنا الضرب. ديما كتدير هاد جوج فهاد العدد اللي لقيت هنا. جوج فواحد. شحل? هي جوج. وكتحطها. ورادة ما باين القضية. شنو غادي تدير عودتاني باش تلقى هاد الخانة. الجمع. نقص واحد زائد جوج. شحال? هي واحد. باش تلقى عودتاني هادي. شنو كندير ديما هاد العدد اللي كتنا عدم في الحدود دي. كندربوا فهذا لقينة جديد. وكتعطيك هاد الخانة. اذا جوج فواحد. كتساوي. جوج. شتيار? وعد غادي تدير عودتاني الجمع. نقص ربعة زائد جوج. شحال كتساوي. كونكم غادي تقولوا لي. نقص جوج. حيط بالآل الحاسبة. ولا بد ما خضي لك. زيد. شنو غادي ندير فهذا الخانة. غادي نجيب عودتاني هاد. كندربوا فهذا. شحال غادي ستعطيك نقص ربعة وماذا سنفعل هنا؟ الجمال قبل أن أعطيكم التعميل قولوا لي أول أول وماذا فهمتوا التاركة لكي نعمروا هذا الجدوال أو لا هذا غير مثل الأولاني أمثلة أخرى ماذا فعلت لك الفكرة أو لا يطبي سنك سنك أمر حبيب صاحب الستعين صاحب الستعين وماذا سنجعل لكم مفاجئة ستعرفوا عليكم صاحب الستعين كيف سنكتب التعميل؟ كيف سنفعل هذه الحدودية؟ كيف سنفعل هذه الحدودية؟ كيف سنفعل هذه الحدودية؟ ومن هو؟ كيف سنفعل هذه الحدودية؟ يمكن أن تفهم أها المرحلة التي سنكتبها يمكن أن تفهم كل شيء يرقز معي يمكنك أن تفهم سأحبكم إلى السابع عشر بي دو اكس تساوي دي ملخانة اللولى اولى القوس اللول كيكون فيه اكس ناقص داك العدد اللي كتناعدم فيه الحدودية كما كنت ندير في القسمة الأقليدية مثلا إلا عرفتي أن هذه الحدودية كتناعدم في جوج يعني كتقسم على الحدودية اكس ناقص جوج صبير كتخرج هذا القوس ولكن ده ما بقى ليه هذا القوس لاخر هذا القوس لاخر ركز معه نعطيها لك كفكرة وأنتم ستبلكم أنا كيهمني صراحة تفهموا هاتش اللي سنقوم بالضبط في هذه الحصة حيث الحصة الخرارة سندخلوا النهاية والشخص يكون عندك بحال واحد زائد واحد بكل صراحة بكل صراحة اللي يريد أن يزرب على الدرس دي الباكالوريا الدرس الأول والدرس الثاني والدرس التالب ودرس خرار اللي مرتبطين كلهم بالنهاية يفهم معي هاته الأساسيات وغالي تشوف النتيجة أنا ماشي كن وغالي تشوف النتيجة وغالي تشوف النتيجة يجب أن نتركها دي الباكالوريا لقد تجدت لك حدودية الحدودية ترى معروفة كيف تكتبون حتى اكس أم وكيف تشوف النتيجة زائد مثلا ب أكس أم نقيس واحد ونزل درجة مثلا أكس ثلاثة أكس أم الثلاثة أكس سجوج ونزل درجة حتى يبقى لك واحد العدد المهم حتى المهم وحد العدد سمي الس صافي؟ هذه حدودية أوضي معي هذه الحدودية من الضغط الثالثة إذا كنت من الضغط إذا كنت بعيد الواحد حتى عملت بإكس كيف تكتب هذه الحدودية؟ ستكتب هذه الحدودية من الدرجة الثانية كيف تكتب هذه الحدودية من الدرجة الثانية؟ ستكتب هذه الشكل AX و S2 أجل بإكس زائد صيب إذا أقوم بإكس وهي أصلاً كانت أس ثلاثة سي نرمال سيقوم بإكس بصفة عمق ستكتب بحلقه هذه الحدودية ستكتب بحلقه لكن هاته A وB وC هم هاته السق هو العوامل تكون حدودية ستكون حدودية ستكون حدودية أقوم بإكس خرجتي X إذا ستبقى لك هنا هالحد الأول واحد في X والستثنان بلا من بينوا واحدة الإخوان يعني واحد في X والستثنان هي نت X والستثنان عشنو اللي تابعها؟ واحد في X حيث اللي مرى X والستثنان هو X واحد في X هاير اللي تابعها ديماً X كيتبعوه العدد اللي ملصق معوالو هو نقيس جوج صاف ودك زرورة ما كتسوقش لي صغال إخوان إذا هذي هي الطريقة علش ولت من الدرجة الثانية ديماً هناك تكون ديك الحدودية اللي نقص على هاد الأصلية بدرجة مثلاً كنخدموا على الحدودية من الدرجة الرابعة أعرف وش هنقص كتلقى الحدودية من الدرجة الثالثة X والستثنان X والستثنان X والسوعد اللي يعني X عد عدد وهدوك العوامل هما هدو اللي كيكونوا في هاد السر صافي أما هاد رابين هاد رابين نقص ذاك العدد يلاً اللي يفهم المثال الأولاني إطاب بسنك سنك باش نمشيوا المثال الثاني ضروريخصكم تفهموا هاد هورنر وحدي وحدي تبقى يلاً لازارك إطابة رابين بسنك يلاً كنحن يلاً يلاً والفيزياء، لما يبدو كل مواد كاملين اللي كينين في الوطني، باشاش باش يتفرش في ذاك الفيديو دياليات 30 دقيقة ويدووز الوطني يلا حيد حيد بلك ايلي ايلي جزو دب المثال آخر مثال آخر اشنو هاد المثال هذا الاخر اركز معا اريد ان اعطيكم انتم واحد المثال يتعملون والذي كان فيها خطة او الله تنجبت له ادنين مثال آخر عندك واحد الحدودية دائما السؤال فاكتوريزي كبير ما نعود نكتب السؤال بيدو اكس كتساوي اكس وستلاتة زائد اربعة اكس وستلاتة زائد اكس ناقيس الزائد هذه اكس هذه اعطيكم في نقيس جوج لماذا اعرفت انتم أنتم تحصل على نقيس جوج من المثال انتم من شاهدت انتم انتم تحصل على نقيس جوج ناقيس جوج ومن المساعدة بطبيعه يجب ان يجب الشخص عن طبيعه لن تدخل شخص عن طبيعه من المساعدة التي تدخل فيه لا، ليس أنتما تجلبه هو الذي سأتعطيه حسناً؟ كل شيء سأتعطيه في التمرين اركز معنا سوف نرى شخص عن طبيعه لن نرسم الطبيعه لنعرف شخص عن طبيعه نضع 4 خانات نضع 4 خانات نضع 3 خانات وقوم بستثناء العرض ستكون 3 خانات نضع 4 خانات وكتبع 3 خانات يجب أن تخرج إلى الجماعة يجب أن نرتب لا تقول لي أن لا تفهم أيضا كيف سنقوم بعمل هذا الخنال وهذا الخنال والذين الذين يتحدثون يعني العوامل هنا كين واحد ثم هنا أربعة هذه لا يتحدثون أرى كيف يحسب لي وش زرو ولا حول ورقوته إلا بالله نقصت هذا العدد الذي تتعلم فيه هذه الحدود إذا لم تريد أن تقسم حسنا حسنا نبدأ الخدمة لنا على بركة الله ماذا تريدكم في الأول ماذا تريدكم الخنال الأولى دائماً 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 أبداً سيدين نبدأ ماذا تريد الخنال الأولى إلى الخنال الثانية؟ وعندماً يجعل هذا أمر هذا هذا الخنال أريد أن أعمرها أعقلت إلى الضرب لنبدأ للأسهم ليس المشكلة هنا نعمر الضرب ودائماً نقص حسنا • 1 نقيس جوج • 1 نقيس جوج 4 نقيس جوج جميعا تقريرها. الجميع والثاني. واحد ناقيس الربعة. ها شحال؟ ناقيس الربعة. ناقيس الربعة. ناقيس الربعة. ستعطيك ستة. هي اللي ستعطيك ستة. وانتقر على الجميع. ناقيس ستة زائد ستة. ستساوي زارو. غير هو كملحظة. ما الذي تلقى هنا زارو؟ بما التي تلقي هنا زارو؟ كنسميه بحالي في رقمات القسمة الاقلية ستكون مضبوطة. بحالي لقلتي هذا هو الباقي الباقي كيكون زارة هذا كي تسمى الباقي زارة مزيلا سنعمل سنهتم بهذا الأخير هذا هو العوامل لحدودية جديدة لحدودية جديدة هم العوامل ومنه كما القاعدة نعمل سنبدأ نبدأ بالخانة الأولى أو بالقوس الأول ما نفعله؟ نفعله نقص العدد نقص مع نقص جوج هي زائد جوج كما نفعله في القسم الأقليدية سنقسم على إكس زائد جوج حيث نقص جوج وكما لديها لكن هذا الذي يهمني هو إذا كانت هذه الحدودية لحينها ستكون درجة محاكم 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 كتبوها في كومنتر اخوان لا يوجد اشترك لا يوجد اشترك لا يوجد اشترك الدرجة الثانية انا اكتب الدرجة الثانية لماذا؟ كانت في الأول حدودية من الدرجة الثالثة ولكن من المسؤولة تخرج 1x تكون تقصى درجة وهذا هي اللي ستكون هنا اذا نكتبها بسم الله اكيد سنبدأ اكس الستثنان وعدي الاعادة وهذا هو العواميل إذا 1 في اكس الستثنان رايينة اكس الستثنان زيد اكس الستثنان ولكن سنضبها في هذا هذا هو العامل وهذاك العادة المترجم للتعامل لذلك ساعة اخويا سير اختازل ويجاوب على النهاية سوف نشرحهم بالتفصيل ولكن كما قلت لكم بشرط هذا الشيء الذي نشرح هذا في الأساسيات يجب أن يكون لديك بحل واحد بحل ما هذا الشيء سهل ولكن يشكل الخطورة حجزة لهم حبورة ولكن يشكل لنا الخطورة والدليل هو ويجب أن تنسى ما ترى في الوطن ويجب أن يعمل كيف يعمل وكيف سوف تفكر رأسك يجب أن تفهم المثال الثاني لن ترى المثال الثاني سوف نقوم بشكل أشياء الأمتي لن تطلع لكم في الراس وفي المنزل المثال الثاني نحن مزربانين نحن نقوم بحل المثال الثاني هذا يسمى حصص صيفية درجة ثانية لن تبع تورجها وكيف سوف تتحرك الله يسر ولا تعسر الله يسر ولا تعسر نضع مثل آخر دائما كيف نعرف هذه الدرجة إذا كانت الحدود من الدرجة الثالثة أعرف ماذا ستجد القناة ستكون الدرجة الثانية إذا كانت الحدود من الدرجة الرابعة ستكون هذه الدرجة الثالثة حيث نرمال سرقتي إليه واحد إكس إكس ثلاثة سرقتي واحد إكس ندخلها أنه ستكون الدرجة ستكون حدود التالية السؤال البرامة إذا كانت الحدودية التالية المهم السؤال الرابع فاكتوريزي البولينو ستقطع x 4 ناقص 17 x مع x مع ناقص في مدرس هذه الحدود لا تقنقها لا تقنقها نجدها من الموقع أن تقنقها في النهاية وتقنقها الهدف هو نحسبه النهايات إذن هذه القضية كانت تنعدم في جوج لماذا؟ حيث النهاية أعطوها لنا X طنفر 2 هذا الشيء لماذا أعرفت كيف تنعدم في جوج حيث من الذي ستعود في جوج ستقذره إخواني، هل نرى ما ستقوم بإمكانك ستقوم بإمكانك ما ستقوم بإمكانك ما ستقوم بإمكانك حياة ستقوم بإمكانك في منزل في السنجاب دقى دقى الباب في منزل في السنجاب دقى دقى الباب من بلاب يا أولاد ومعيك تعكى تعيد ملاد اذحوا يا أهلا أحباد صوتك خشيل أنت سعلم اذهب لا حلو رقوة تيلة بلا زاية أخطط لكم ونطر لن ندخل أبدا أغراب هاجار كوزينتك 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 رشك تعود لي أربعة قولي غيرو مرة واحدة موسيقى 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 إذا خصنا X3 هذه X3 ربحة لديك 0X3 لا تتبيني إذا لم تتبيني الدرجة التي خصك سوف تتوقع جواب خطر لا تتوقع جواب صحيح إذا الأصل لديها الحدودية بحلقة سوف نكتب لكم في هذه الأورقة لن تتبيني X7 أمر أربعة خطر زارة X3 نقص 17 X62 سوف تتوقع خطر خطر أربع درجة ها واحدة، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، وها خمسة، ونرى بين أنا دائماً كدير ثلاثة، واحدة كتخرج صحيح؟ لا يمكن تدير هذه القضية في الوسطرة كي يكون أصلاً ثلاثة يعني ثلاثة، ها واحدة جوجة ثلاثة، لا يكون شربعة، ولا ستة، ولا تنصي هؤلاء يتبدلون يلا بسم الله نضع العوامل، أول شيء نضع العوامل ما هي العوامل التي لدي؟ 1x ربعة هي والربعة 1x والcera هي غได Lu ضرر THE X ممتدد من الشمائة حيث حيث hospital 1xLa'ة هي نقص الغامق حيث حيث حيثorgan jul حيث حيث حكراً تنصي عن العوامل عادت عملات أنشاء período أريد أن أقوم بمื sting اما او الدائم سأضع بنفس العادة ل possessed العادة تنفيение qué القائدة القاعدة سأرقب في العادة كما أنك Japan جميع تراح سأجدنا دائما كانت خطبي وهكا كنديرو الضرب الخانة الأولى مع الخانة الثانية كتساوي 4 بين الجامعة ولكن خاصاني هذه كنديرو الضرب جوج في 4 هي 8 زيد أو الثاني الجامة زيرو زائد 8 هي 8 ولكن خاصاني هذه الخانة جوج في 8 هي 16 أو معي الحساب حيث أنا كسول في الحساب هنا أو الثاني الجامة نقص 17 زائد 16 هي نقيس واحد حيث 16 نقص 17 هي نقيس واحد خاصاني هذه جوج في نقيس واحد هي نقيس جوج الجامعة واحد نقيس جوج هي نقيس واحد جوج في نقيس واحد شحال؟ هي نقيس جوج هي القضيرة بين عودتاني الثاني القطا شتيش حالكة تزرب عليها وبقيرها عن التاطوط بلاتي هذه الخانة الأخيرة هي التي تهم منها سوف نقوم بتعميل 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 لات Gi اقز accelerate foriz نن discovers the technique يacements Prox 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 إكس الثاني الابتالي وفي حالة العاددة عندماakis مضتعين إكس ثاني الابتالي إذا كنت فهي إكس الثاني إذا كنت فهي إكس إكس ثاني الابتالي العدد الأخير هو نقيس وحيد وهاني عودتاني غادي نجوب وبالززة على المصحح غادي يعطيني النقطة ديالي علاش حيث النهاية ما غاديش نخلي هاد الحجة ديالي بحلقة غادي نكتبها بحلقة باش نختازل ونحيد فورما نيترميني لغادي نتعرفه عليه في الحصة المقبلة ان شاء الله حيث رسميا غادي ندخلوا للنهاية الحصة المقبلة سوك تختاز وكتجوب يلا اللي فهمي طبي سنك سنك باش ندوز الحاجة أخرى موسيقى موسيقى سنك سنك الله ما يسر ولا تعسر موسيقى 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 سوف نعرف ماذا فهمت او بقية سنة اخرى سوف تعطيني انتما في كومنتين هذي بالضبط سيتطبر مع مع الجدوان تطبر مع كل شي وانا كي همني هذي حيث لو اعطتيني هذي صحيحة سوف نعرف انه التعميل صحيح يعني سوف نعرف ان الجدوان عندك صحيح صحيح يلا هي الحدودية اللي سوف نعطيكم معكم اركزوا معكم دائما السؤال فاكتوريزي اكتوريزي اعمل الحدودية التالية يلا كل شي اعمل كل شي اعمل عفك سير اخويا دي للجدوان هنرى من خلال ديك الحدودية اللي غدي تعطيني في الاخر غدي نعرف وش عندك داك الجدوان صحيح ولا خاطر يلا عندكم دقيقة بالحسد اللي بغي يجوب على شكل رسالة صوتية كلكم راك تعرفوا الرقم بطبيت حاب موسيقى 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 يجب أن يقوم بإعطاء هذه الحدود الأخيرة يجب أن تكون لديك شخص جيد سوف ترى شيء جيد سوف ترى نخططها من رياضية مساحة سوف ترى رياضية الماضية نسيت أن أعطيفكم الكتناعادم كاتنا عادم في واحدة على جوج سوف نعود الثاني بسبب تلك واحدة على جوج لا حول ورق قوة إلا بالله انا نسيت معطيتكم فين كاتنا عادم يلا عندكم دقيقة بالحسب سوف نعود الثاني في واحد الفقرة اللي هي نهاية الجوذور النونية سوف ترى واحد النوع الجوذور شكرا شكرا استبعوا الرسائل لكم استبعوا الرسائل لكم وحيد لنا الكاصر وحيدا لا يوجد الكاصر سوف ترى واحد استبعوا الرسائل لكم استبعوا الرسائل لكم استبعوا الرسائل لكم وقال لنا استبعوا الرسائل لكم وراء بشوية أحب بشوية 2x plus 1 بدل x كتسى x moins 1 2 facteur moins 4x au carré moins 2x plus 1 أحب بشوية أحب بشوية 2x plus 3 حسنا حسنا x نقص 1 نقص 4x نقص 4x نقص 4x زائد 1 حسنا سوف ترى إجابة أخرى آخر إجابة عفكم لكي لا تضيعوا الوقت سوف تبقى لنا واحد سوف نقص ضروري قبل أن نزول النهاية السلام عليكم أستاذ خرجت لي x نقص 1 لجوج عمل نقص 4x نقص 1 أغلبية يقول نقص 4 نقص 1 أ котор Yog أغلبية قوص 5x أغلبية 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 عهلا دعبة دعبة Ay فالخص الشجع و أبث النظر فالخطر على الأغسار كذب البحر جميع اللوح نتابعوا معي نتابعوا معي الإخوان آخر مثال عفك سنقوم بإخوان آخر مثال يالله أول شيء سنرى يكمل خاصة ماشي حسنا أردماعي ما خاصة ماشي حاجة ايه حيث كنا اكس والثلاثة اخصني اكس والستنان بحال ان عندك ظروف اكس والستنان نضعنا اكل دماغ دي كل ما يقربه بالله سعنى اكس والستنان فالحدي عد اكس عد واحد يالله نزربوا معي ذلك الجدول عفك هذا آخر ميثات ولكم عفك حاولوا تخدموا في التمارين يعني عندي أربعة ديال الخانة أربعة ها واحدة ها جوج ها ثلاثة سوف تقوم بتقديم ريوزهم بسم الله العامل الأول العامل الثاني العامل الثاني أردت لكم العامل الثالث الجوج العامل الرابع واحد انظروا جربوا حاولوا تقوم بتقديم هذه الجوج جربوا حيث انظروا تقوم بتقديم هذه الجوج نظروا تقوم بأنه زيد زيد بعد ما سوف نقوم بها سوف نرى في مكان واحد 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 ما نفعل هذا العامل هنا الجمع وهنا الضرب كيف نبدو كان بدا بزار هذا يمكنك أن تساوي نقص 4 لنضيف الضرب 1 على جوج نقص 4 نقص 4 على جوج نقص جوج 0 على جوج نقص جوج 1 على جوج نقص جوج نقص 1 جوج نقص 1 1 على جوج 1 على جوج 1 على جوج 1 ماذا ستعطيك؟ 1 على جوج 1 1 على جوج 1 1 1 على جوج 1 ماذا ستعطينا؟ 3 على جوج لاحظوا معنا هذه القسم الأقليدية أو هذه القسم هذه بالضبط 1 على جوج 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 1 على ج نقص 1 على الجوج هنا فعلا ستكون حدودية من الدرجة الثانية حيث كانت اس 3 ستكون اس 2 وهذه العوامل نقص 4 في اس 2 لتبع اس 1 لتبع اس 1 ولكن ولكن كيف سنقوم بعمل هذه 3 على الجوج كيف سنكتبه في السام كيام البقي كيف سنكتبه فانتضر ذائد فانتضر ذائد مواقع وضح ثم 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 مواقع لذا لما قد فانتضر الابطة لا يدعم فانتضر ذائد فانتضر ذائد لذا خلق سنقوم بعمل نحن خلق لا يعمل معنا الحالة لكي يكون باقي كي يخلف زروع يقدم لفمي طبي سنك سنك ندوز الاخر سنك سنك لو ما يسير ولا تعسير ماذا أريدكم ما هي القسمة الأقريديية التي سألها او هورنر في نظركم ماذا تستعملون هذا الشراء تابعك خاصة في الدورة الأولى دائما نهاية وعندما أعطك الأستاذ تكون هناك أحسب النهاية او عندما قد تشريك أحسب النهاية تحتاج النهاية لكي تتجاب حيث الدرس الورث يكون النهاية والاتصال المتالي نهاية نهاية ماذا تستعمل الكاتب لا يجب أن يخرج لك ثلاثة على الجوج هذا هو البقي هورنر بجوج لا يجب ان اختاره يلا بسم الله آخر فكرة في هذه الحصة ماذا؟ هي واحدة التي نقول عليها الصابونة الدول الصابونة الدول هي مجموعة تاريخ مجموعة تاريخ لماذا نسميها الصابونة؟ حيث لا تخطف مجموعة تاريخ يستطيع التمرين كامل يعني تزلق لماذا تسميتها الصابونة الدول تحتاجها في الدرس الأول لماذا تحتاجها؟ حيث قبل أن نفعل بعض الأمور نحدده مجموعة تاريخ مجموعة تاريخ لا تحتاجها في البكالوريا تصوصا في الدرس الأول اركز معي اكتبوا العنوان او اللوية مثلا المعادلة كي تقاوم تم تراجعات تم تراجعات تم تراجعات تم تراجعات تم تراجعات يعني دائما مجموعة تاريخ تراجعات مهمة اذا الفقرة الثانية التي سنرى في هذه الحصة مجموعة التاريخ والإشكال أنها سهلة في الدورة الأول لأنها لديك شروط أولا يمكنك أن يكون ثلاثة لديك شروط لديك شروط كيف سنرى لديك شروط لديك شروط أنها ثلاثة مجموعة هل قالو عطلة وقهرنا بدك لفوقونت وبنانك تشوف قدعش والحيته قدعش وكيدير فوقونت بسمية ابنت والمشكلة كي يسميه يراسو زينب فعلا 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 يصليكم الخبار بان امرأة شارين حبوب مانعن الحمل لا اعرفت بانان معزيز عليه يدير خبارة اسمية ابنت واحدث قدعش لكن اسمية ابنت ولا عيدة اركز معه هذه الفيديو الفيديوه في البداية هناك حالة ليس لديك ما تلاف اركز معه الحالة الولى ما هي الحالة الأولى؟ ما هي التي تكون لدي F تساوي جدر مربع E واحد دلة اسمتها E صحيح؟ هذه الدلة ممكن أن تكون حدودية ممكن أن تكون جدرية المهم لا يهمنا المهم لدخل الجدر كيف نحدد مجموعة التاريخ؟ D F X R ما هي الشرط؟ ما هي الشرط؟ خاصة ما بداخل الجدر يكون أكبر أو يساوي 0 سيبرير أو يساوي 0 هذه الدلة ستكون أكبر أو تساوي 0 هذه هي الطريقة لكي تدعون مجموعة التاريخ لكي تكون لديك الجدر يعني أسهل ما يكون وش أعطيتكم الطريقة لكي تلقوا لموطة رجعة الإخوان؟ نعم نعم وذلك وذلك هذه الدلة هي المترجمات التي ستكون لديها لديها حيث أن أجدها لا 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 هذه المترجمات هذه كنا كنا ندر أن المعادلة والمترجحات أعطيتكم أيضا هذه المترجمات سيحتاجهم كثيرا مجموعة التاريخة وعلى الحالة الثانية الحالة الثانية الحالة الثانية فاذا تكون لدي فدو اكس تساوي واحد على واحد الدلة سنسميها إي ما هي الحالة؟ كيف نحدد مجموعة التاريخة؟ بالنسبة للمجموعة التاريخة في هذه الحالة ندر د دو اف تساوي دائما لا تنسى در اكس ينتامي لأف يعني مساوي مجموعة التاريخ 30 30 30 31 بعد الدور تجمع لك بجوج بعد الدور تكون لديك المقام و تكون لديك الجذر يعني تأخذ المقام خلف الجذر و تأخذ ما بداخل الجذر يكون أكبر و يسوي الجذر و تتحلل معادلة و المترجحات التي كنت منهم صفال إخوان كان واحد الحالة استثنائية أنشير اللي أغير في هذه الورقة بعد المرة تكون لدي شيء يدل بحلقة سوف تقشعوا طريقة دياله قبل أن أعطيها لكم سوف تكون لديك جذر في النظر لكم ما هو الشرط سوف يقول لنا الشرط في السنوات القبل ما هو الشرط في هذه الحالة الذي يتجمع لك الجذر مع المقام بطريقة أخرى الذي يكون لك المقام ينبوز بالجذر كامل ما نفعله في هذه الحالة؟ ما أشمل هذه الحالة أكبر قطعا أكبر قطعا جيد ما أشمل ما أشمل ما أشمل أكبر قطعا هذه الحالة خاصة استثنائية لماذا نفعله أكبر قطعا؟ سوف نفهم لماذا؟ ما الذي يكون لدينا الجذر سوف نفعل كما تكون لدينا الجذر أكبر قطعا أو تكون لدينا الجذر لأنه كان لدينا الجذر وفي نفس الوقت تكون لدينا الجذر كلما يتجمع من المقام إذا تجمعنا مع هذه الحالة سوف تكون أكبر قطعا لذلك أستثنائية سوف نفعل أكبر قطعا أكبر قطعا أكبر قطعا سوف نفعل أكبر قطعا أكبر قطعا مثال السؤال هو حدد مجموعة التاريخ حدد مجموعة التاريخ أنا أعطيكم واحد المثال سهل سوف نفهم لكي نفهم الفكرة حدد مجموعة التاريخ أكبر قطعا أكبر قطعا أكبر قطعا أكبر قطعا أكبر قطعا أكبر قطعا بالطبع قطعا أكبر قطعا أكبر قطعا طيب قطعا ماذا لديك الجدر؟ اخذ القاعدة ماذا لديك المقام؟ إذا لم يكن لدي الجدر و لم يكن لدي المقام نقول لي مجموعة التعريف هي أغغ حيث لم يكن لدي الجدر للمقام و لكني لديك واحدة من هذا يمكنك القاعدة و يمكنك بعض المرات يتجمع لك بجوج إذا ما لدينا؟ لديك الجدر لذلك لدينا لدينا ماذا؟ دي دو اف تساوي اكس تنتمي ال اع لدي الجدر خصوصي نهتم غير بالدخل دي الجدر واحد اشي واحدين اللي يديهم راكي يأخذوا بالجدر دياله انا قلت لكم ما بداخل الجدر هو اللي كان نخذه يعني هذا اكبر وتساوي الزارو سعطي يديك أعطيها لخوك الصغير يجعب عليه سعطيك اكس تنتمي لقب اكس اكبر او تساوي نقص واحد لا تقول لي أن أعرف كيف تحويل ذلك سميت و أعطيتكم ديجا إكس أكبر من عدد قلت تقول لي من ذلك العدد حتى البلوس لانفين إذا ما هي مجموعة تعريف؟ هي من نقيس واحد حتى البلوس لانفين من نقيس واحد حتى البلوس لانفين صافي أنت جوابتي هذا هو الجواب الأخير سأسطر عليها هو هذا يجب أن تفهم المثال الأول هو إطابة سنك 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 وهذا هو الجواب الأول هذه الأولى تتعرف كيف تحويلهم إكس أكبر من عدد من ذلك العدد حتى البلوس إكس أكبر من عدد من المنفين حتى ذلك العدد و أرشرت لكم لماذا لديكم كل مستقيم مدرش الأعداد الكبار من أ يعني الأعداد الصغر من أ الذي يفهم الأخوان إطابة سنك سنك بإيجاد المثال آخر مرحباً آخر هذا المثال يكون لكم كرشي كيف يُبليه كبير مثال حسناً نركزوا معاً سأعطيكم مثال ونحن لكم أنتم تجوب نرى ما ستتلقى تجوب أو الوال السؤال دائماً السؤال هو حدد مجموعة التاريخ حدد مجموعة التاريخ هذا هو السؤال إذن هذا اللي سأعطيها لكم الإخوان هذا اللي سأعطيها لكم عياد أركز معي مزيد كل واحد سيصفت لي الإجابة سيقوم بإجابة ثلاثة دي الإجابات باش ما نضيعش الوقت صبعي f دو x كتساوي القيمة المطلقة ديال x زائد واحد ناقص جوج x على القيمة المطلقة ديال x ناقص جوج ناقص القيمة المطلقة ديال x زائد جوج يالله شي شي واحد يعطينا ايشنا هي مجموعة التأريف ديال هادي الدالة اللي قدامكم هنعطيكم نصف دقيقة لتفكر هنعطيكم نصف ديال 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 هنعطيكم نصف هنران Cassan هنعطيكم نصف ديال هنعطيكم نصف الدبيان ممو قسد هي ديال أغم عدد زارو إذا درتيار فعلاً غديت جيب زارو مجموعة بتعليف كتساول مجموعة أغ ناقف جورج كوزينتك لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أسهل مثلاتي تريكم الأخوة أدخيل معي تلقيتي معي تشي في الفرد أم لا في الوطن أم لا في شي كونكورك رأى مشكلة أردمي البلع أردمي البلع أردمي البلع وكانك يحسب لي في الأوراق أردمي البلع أردمي البلع أركز معي لدينا ما لدي الجدر؟ لا كون عندي الجدر سنأخذ ما بداخل الجدر الكبر ويساوي زارو ما لدي المقام؟ إياه خاصة أني نأخذ المقام يخالف زارو هذا وراء هذا المقام وراء اسم المقام لدي المقام وراء الشيء واحد ما يبدأ المقام وخاصة أنه هناك الكسر أو اكثر المقام يخلص يخالف زارو لدينا لدينا د تساوي اكس كينتامل أغ ونأخذ الشرط إذا القيمة المطلقة ناقص ناقص القيمة المطلقة زائد جوج خاصة خلف زارو لماذا؟ لدينا في المقام تساوي لدينا لدينا اكس دائما كينتامل أغ وصير قدلية المعادلة قدلية المعادلة عادية هذه المعادلة قدلية 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 قيمة المطلقة ج لماذا؟ نقول لك لماذا؟ تخالف قيمة المطلقة اكس زائد جوج لدينا قيمة المطلقة لدينا عقلت لدينا بنا سأخذ لدينا لدينا ما الذي تكون لدينا معادلة فيها القيمة المطلقة في اليسار و القيمة المطلقة في اليمين تحول هذه المعادلة لا تقول لها هناك تساوي أو هناك تخالف لا لا بحال بحال غير هو هناك نخدمه بيخالف أو هناك نخدمه بتساوي ولكن نفس الفكرة تخرج منها جوج معادلة تحيد القيمة المطلقة إذا ما ستعطيك حسب هذا الشيء الذي قدرت هنا باللاتي سنقوم بحالة سنقوم بحالة يساوي Y ما هذا؟ نحيد له القيمة المطلقة X نقص جوج يخالف سنقوم بحالة سنقوم بحالة يخالف X زائد جوج أي أو هناك نقوم بحالة حيث عندك يساوي و هناك نقوم بحالة و و هذا هو الاختلاف إذا تقوم بحالة أو إذا تقوم بحالة أو و و ما يعني و هذا و هذا و هذا يجب هذا يجب نقص هذا الذي يجب قيمة المطلقة نقص X نقص جوج تخالف ماذا؟ نقص X نقص جوج سنقوم بحالة سنقوم بحالة سنقوم بحالة لك نقص و سنقوم بحالة للخص سنقوم بحالة نقص X نقص أنت نقص نقص ماذا؟ إذا كان X تساوي Ko خلال X المعادلة سابت X سابت X هو X و نقص X إلى دنتين سأتعطي 4 عادي أتعطيك و أحل تكون على المعادلة نقص X تخالف X سأتعطي X نقص جوجي لديتي عن نقي جوج كتولي نقي جوج زائد جوج هي زارو مزيان نكمل عد نقد زارو تخالف أربعة و هات جوج غادي تبديها لمقام إذاً غادي تكون عندك ماذا؟ غادي تكون عندك إكس تخالف تخالف زارو على جوج اللي هي نتزارو زارو علاج جوج هي زارو صفال إخوان هات جوج هذه ركت مشي لمقام كما كندور في المعادلة العالية إيواء دا بردقيت جوج حويش دا بردقيت جوج حويش بلتي هنبدو بهاي عندك زارو تخالف أربعة أشنو كتسمى؟ كتسمى شرط محقق البروبوزيسيون إفغي العبارة صحيحة فعلا زارو ركت خالف أربعة يعني بحلة قلت هذه ما عندنا من ديرها بها حيث هذه أصلا محققة يعني ما عندنا من ديرها بها ما كان هنا لا إكس لوالو زارو تخالف أربعة يعني ذاك شي هو هادك ما فيه تشي مشكل ما فيه تشي عيب إكس خصوية خلف زارو إكس خصوية خلف زارو إذا شنين مجموعة التعريف؟ شنين مجموعة التعريف؟ باللاتي هنكتبوا هادك مجموعة التعريف هي إغ بستثناء داك العدد اللي خصوية خلف زارو أو اللي خصوية خلف إكس اللي هو زارو صافي أنا جوبت أنا جوبت بغيت تكتبها بواحد شكل آخر غادي تكتب إغ إطوان زي ما إغ بستثناء زارو بغيت تكتب على شكل مجالات ما كان حتى شي مشكل هنشرح لكم على شكل مجالات الإخوان بشتفهموا أركز معي مثلا عندي إكس تخالف أ إذا بغيت نحول هذا المجال ماذا تعني؟ تعني أغ لمجموعة أغ بستثناء داك العدد أغ بستثناء داك العدد أغ هذا هو الجواب أولا ممكن تكتب بواحد شكل أغ هي من مولان فيني حتى البلوس لنفيني ولكن تتحيل بينتهم هاد أغ يعني كتدير من مولان فيني حتى مفتوح إتحاد أ بلوس لنفيني ممكن تكتبوا هادي بالمجال كيفاش؟ ممكن تكتبها بالشكل شوف غادي تدير من مولان فيني حتى الزرو حيث بستثناء زرو إتحاد زرو بلوس لنفيني انت كتختار عندك ثلاثة طرق يا إما الطريقة الأولى يا إما الطريقة الثانية يا إما الطريقة الثالثة المهم الجواب هو أغ لنفيني عندما لدينا إكس يخالف عدد هذا هو الطريقة لنحوولها ولكن إذا لدينا مثلا إكس كبير من عدد هذه الطريقة لنحوولها إكس غير من عدد هذه الطريقة لنحوولها هذه الطريقة تحتاجهم لنفيني يقدم مدى المثال آخر المثال سوف يصبح فيها يمكنكم فهم هذه الطريقة وهذا كيف حالت تحتاج الأهم لنجمع الجمعية تشكلينا الفطورة بالصح بأن المشكل سنحتاجها في المنزل سوف أشرح لكم الأستاذ في الدرس وانتصال مستخدم للتفينيسيون سوف نعطيكم مثال وعطيوني عود ثاني الجواب هذا أخر مثال فضل حيث سوف نعود عود ثاني سوف نعود ثاني حيث أصدر التمارين شوما؟ عندك ف دو اكس ولكن بسرعة ف دو اكس تساوي ماذا؟ تساوي جوش اكس جوش اكس لإجابة موضوع أكس نعود حق ماذا؟ أكس كس أكس 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 سوف نعود ثاني دقيقة ح ركز الدماء ثاني تشير أتركي ماذا؟ لماذا؟ اخواني اعطوني الجواب هيا زيت 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 نرى ما بعد الى جواب سيد اكس افارتين الى ار تلك اكس موان 2 سيperior ويقالة 0 اي اكس اوار اكس اواري بلس 3 اكس بلس 4 سيperior ستركتما از 0 هاتم فيها صعيب ما عاش من حاتظة اوه دمت سند وللعند ولم عاش منين جايبين ازم فيها حالا هاتي بشتخرجوا الدين شوا فشتخرعوا شوا المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة او لا اركز اول شيء سوف يقومون لدينا لدينا ماذا لدينا؟ انتبقوا الشرط النسيب الذي يتم انتبقوا الشرط انتبقوا الشرط انتبقوا هذه الشرط D F تساوي X ثلاثة ثلاثة عندي الجدر النولاني الجدر الثاني ولكن هذا المقام مع الجدر اعطيتها لكم كحالة استثنائية سوف نأخذ داخل الجدر اكبر قطعا بلما نأخذ المقام يخالف حيث اعطيتها لكم ساعدة لكي تجمع لك الجدر مع المقام تأخذ اكبر قطعا من الجدر هاي اكبر قطعا من الجدر ولكن الشرط هو هذا المقام خاص يكون كامل من الجدر هذا المقام خاص يكون من الجدر اكبر قطعا تجمع لكم سوف نأخذ كما هو لكي تجمع لكم الجدر يستخدم في جدر تجمع لكم لا لا لكي تجمع لكم وهذا المقام يتجمع لكم الان يتجمع لكم هذه الفكرة التي أريد أن أصدرها لكم انظر و هذا الجدر يجب أن يكون الدخل أكبر و يساوي ضروره لأنه لا يوجد في المقام أكثر الضلطة تساوي الضلطة تساوي نقص ساليب ثلثة أسيد نقص 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 أربعة في أربعة نقص ساليب الضلطة ستعطي دخل الضلطة ساليب وجدت أن الدخلات ساليب ما كنت تقوم بالضلطة ساليبة لأنه ما وهو تبقى التي توقفها في هذا الجدول دخلت العشارة التي قمت بتكملها ماذا تقول الاشارة للهد الحدودية؟ من اللي ضلت الساليب؟ اشارة هذه الحدودية هي اشارة ا. بمعنى إلا كان ا موجب هذه الحدودية موجبة. إلا كان ا ساليب هذه الحدودية ساليبة. ماذا هو ا؟ هو العدد لحدة اكسو ستنان. ليه هو واحد ما يبنش. إذا واحد موجب لحدة اكسو ستنان موجب. إذا هذي كلها موجبة. بمعنى سنكتبه شنو؟ سنكتب العبارة صحيحة. صحيحة. صحيحة؟ كتبوا انتو مكابلة عبارة صحيحة اللي حسب المصحيح كتبتي صلى الله عليه وسلم وليش عاجم. ولا كتب عبارة صحيحة العبارة صحيحة. زي ما هذا المقام؟ هو اصلا موجب. هو اصلا انك برقة عن منزره. وخط حط فيه. اي عدد حطي طيب لست هذي زيكس ما عمر قدي تلقى زره في المقام. مستحيل. حط زره. غادي تلقى جدر ربعة. حط مليون. غادي تلقاشي حاجة. حط ناقص مليون. غادي تلقاشي. مع عمر قدي تلقى زره. لماذا؟ حيث هذي المقام هذا اصلا موجب. هذه الحدودية اصلا موجبة قطعن. ذاك شايلش. اذا من اللي هذي عرفناها موجب قطعن. يعني محققة. صافي محققة من عند الله موجبة. اصلا هي كبر قطعن منزره. غادي تلقى ليها هذي. سد. زيد. دي ما اللي لعندك شي حاجة. محققة? حيدة. حيدة صافي ما عندك ما تدر بيع. هذي الضلطة وهذي سميته بلا ما تكتبهم اصلا زيد ديركت لنا وكتب. صافي نقدر الحساب. اكس كبر او تساوي جوج. حيث نقي جوج الديتال لك الطرف. ومن اللي عندي اكس كبر من جوج. ما تقولش لي ما عرفتش ليها. حيث اكتبتها لك في هذه الورقة. هيا. اكس كبر من عدد. يعني مدك العدد. حتى البلوس لنفيني. هذا هو الجواب الصحيح. تباركلا عليكم. اغلبية اعطانا الجواب الصحيح. يلا اللي فهمي طبي سانك سانك. باش نعطيكم واحد. واحد جوج امثلة ولا مثال. وانتم ما تجوبوا عليهم من الباب. يلا. هالتمرين هذا سيتديره. والصفته اللي هيك. اللي يجوب عليه الصفته اللي هي. التمرين. اللي البحث. هنا سيتعرف رسك. واش فهمتي مزيان مجموعة التعريف. ولا ما تهمتي اش. المثال اللي ولاني. اه. عندك سيدي. اف دو اكس. كتساوي اكس. مضربة. في جدر اكس زائد واحد. على اكس ناقص واحد. ناقص اكس ستنا. هذا المثال اللي ولاني. المثال ب. اف دو اكس. تساوي. جاد مربع. ناقص اكس ستنا. نتمنى دماغ شوية. من بعض تصفت لي هاد الاجابة لها. اذا نتمنى الاخوان تستفيدوا من هاد الحصة. را الحصة الاخرى. سنتدخلوا مباشرة للحساب النهايات. يعني اللي ما احضرش الحصة السادسة. ستصيد. لماذا؟ حيث سنشرحوا النهايات ازروا. يعني كيفاش كتحسب النهايات. وكيفاش نضطفو هاد شي كامل. نشوفه في النهايات. تعمل اشارة. المهم كل شيء. كل شيء سنفعله. في الحصة المقبلة ان شاء الله. وما ننسوش. قيانين سيكونوا معنا جوش فائزين كما القاعدة. ولكن الشرط هو انك تحط تقاشر في كومنتير. في التجال ديال هذا اللايف. ليس هنا. في التجال ديال هذا اللايف اللي ستنشر بعد قليل. على البروفيل ديال انستغرام. ستتحط تقاشر. و ستتطاقي ثلاثة ديال سحبك. الى ما درتيش هاد جوش شروط هادو. وتختاريتي. غادي تلغى الفوز ديال. الحال. الشرط هو انك تطاقي ثلاثة ديال سحبك. وتحط تقاشر. هادو مش جوش. الى تطاقيتي ثلاثة ديال سحبك. و ما حطيتش تقاشر. ما هيش تكون فائز. الى حطيت تقاشر و ما تطاقيتش تلتة ديال سحبك. ما هيش تكون فائز. والله يفق الجميع.